السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة للجميع. تصل بيا وحد صديق. برجاء ان اسمعوا لهذه الحالة هذي. باش اللي عنده نفس هذه الحالة يحاول يستفد منها وياخدها بعيد الاعتبار. فالتصل بيا وحد صديق اللي صاحبه هو اللي دووز المقابلة فرنسا. وهو مقيم غير شرعي فرنسا. يعني حارق. عنده الباسبور ديالو ولكن واش مشاكا نخدها الفيزا مقبل وحرقها تماما وبقاء حارق فرنسا. ولا مشا حارق. ومهم ادي معاه الباسبور ديالو. ففشدوز المقابلة تعطالها اجراء اداري. علاش اجراء اداري تحت المادة ديال ميتين واحد وعشرين الجي من قانون. اه الهجرة والجنسية كما كتشوفو في الشاشة. علاش طلبو ليه الكارت سيجور. اسمعوني مزيين الاخوان. سيد حارق. ما عندوش كارت سيجور. بالتالي منين غيجيب هاد كارت سيجورة لما قدش الامور ديالو يعني في القارب العاجل باش ياخد الفيزا ديال 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 ديال. فهنا بالنسبة الاخوان والأخوات اللي كانوا كيسولوا. وانا مثلا حارق في الدولة واش ممكن ندوز المقابلة هنا وما لقيتها مشكل او لا من الافضل انهبط للبلاد ندوز فيها المقابلة وما لقيتها شي مشكل فهي الحالة ديالشخص يعني فضلي دوز المقابلة في فرنسا وقع له مشكل وهو ما طلبوا له اجراء اداري وطلبوا له واتقا ديال اقامة ديال ذاك البلد وعاد زيد عليها واتقوا حدين وخرين فرجعنا بالنسبة للاخوان والاخوات اللي عندهم نفس هذه الحالة انتبهوا عرّ ن Lilahين لا يمكنش تدوز مقابلة في شو دولة وانت مجدد منش الاقامة يعني بالنسبة لاشخاص مازال curs명 مثلاvard القراة او لا انتبهوا عن طريق شعقد عمل او لماذا عن طريق الزواج ف من طبيعة الحال ستكون عندهم الاقامة عندها ذكرت جايور المدة اللي هما يبقى او تمام مثلا صور اللي يقرأ او علقد عمل او زواج فرا من طبيعة الحال اله copies Ouais تكون عنده الاقامة لكن العكس إلا ما لم n S tros again عندك الاقامة ويقع لك المشكل بحال كما وقع لها تسيد هذا يعني سيد حارق وعنده غير باسبور مشا يدوز طلبوا لي خصنا الكارت سيجور ديالك وعادوا تعيق وحدين اخرين اللي غادي يتأكدوا منهم بطريقة ديالهم فهم طبيعة الحال ما كانش كي توفر عليهم رغاي اعطوه فيزا مرفوضة دباهنات شخص كان عنده جوج احتمالات يعني ربما هو قال اللهم ما ندوز ان المقابلة هنا يا فرنسا وغان كما تقول وغان قمر على جوج اما غاناخد الفيزا ديالامريكان وتبارك الله اللهم ما يسير يا ام ما غاناخدش الفيزا ديالامريكان وغادي نبقى بعدها في فرنسا وغدي اخر شاهد يسهل علي اللهم ديل اللوري قدي للفرنسا كون كان فكروا غادي يهوت مثلا عودتاني البلاد مثلا يدوجت المقابلة كان غايقول أربما رأي أنا غادي عرفوني حركة الفيزا ديالي وما غاديش يعطوني الفيزا ديالي الميريكان وغادي ترفض لي وغانا صدق لا أنا فرنسا لا أنا فميريكان وغانا رجع للبلاد غادي صدق عودتاني بدا أزيرو فاللهم غادي نبقى فرنسا غالبا هاد شي اللي غادي يكون دار في باله إذن الدرس الخلاصة من هاد الحالة ومن هاد جريبة ديالة تسيد هذا أي واحد حارك في شي بلاد رغي يطلبو لك الإقامة ديالك باش دوز المقابلة تما إذا كنتي حارك في البلاد ولا كنتي حاركتي الفيزا ديالك وراني قدها لكم راهي لما أعطوك ش الرفض رغي يعطوك إجراء إداري باش نجيب لهم وثائق وحدين أخرون اللي هما عارفين اللي غادي مقيم شرعي في ذاك الدولة ما تخفتها من شي حاجة رغت دوز المقابلة ديالك عادي وعداد ديال إخوان والأخوات دوزوف روسيا دوزوف أوكرانيا دوزوف الفرنسا دوزوف اسبانيا دوزوف كندا دوزوف أستراليا ما كانت تاشي مشكل واخدو الفيزا دياله فرجاء يعني هنا يا ابن سبعة وتاني نجاوب نتعلي السؤال ديال واشي ممكن لي نغير مكان مكان المقابلة من بلد البلد أه ممكن مثلا تم غريبو مقيم فرنسا ممكن تغيرو لكن مشرت قبل ما يجيك الموعد كتراس لكينطاكي كتقول لهم راني بغيت نبدل المقابلة من كازا مثلا للباري مثلا فين كينة القونسولية الأمريكية في فرنسا وغادي يحولو هالك ممكن تموشكل ودوزوف المقابلة كذلك مثلا الإخوان اللي بغوا يدوزوف شيد ولا واحدة أخرى يكفي سيفت غير ايمايل لمكسب كينتاكي وغادي يحولو للك المكان المقابلة هذا من الجهة من الجهة تانية عندوزو النقطة الموالية الإخوان رجاء اللي في الجيش أو اللبس فعامة قطاع ديال حامل السلاح سمعوني مزيان قطاع ديال حامل السلاح كي سولى أخويا أنا راني شي جد في القرعة واش ممكن إلى نجحس في القرعة واش ممكن نعمر استمارة ديئس بلا جواز صفار وما يكونش عندي مشكلة فأول حاجة بعدها استمارة ديئس ميتين وستين وره لازم يكون عندك جواز صفار لك وجميع أفراد الأسرة سواء كنتي عازب أو كنتي متزوج أو كنتي متزوج وعندك أطفال يعني كل واحد غيعمر استمارة دياله وغيحتاج الباسبور يجن جوابا على سؤال ديال الإخوان اللي كيترحوه واش ضروري جواز صفار باش نعمروا استمارة ديئس ميتين وستين الجواب نعم خصك جواز صفار وعاد من بعد غيكا تصفت هاد الديئس كتجي مرحلة ديال الفحص الطيبي وتجي مرحلة ديال المقابلة غتحتاج جواز صفار إذن الناس اللي في الجيش أو اللي قاع حامل السلاح كما كتعرفو راه الباسبور ديالكم كتاخدو لكم الإدارة إذن هنا راه غيكون عندكم مشكل باش تطلبوا جواز صفار باش تعمروه في الديئس إذا كانت الإدارة غتتعد معكم مثلا الضارة ولا الشرطة ولا الجماريك ولا المياه والغابات تتعد معكم تعطيكم الباسبور باش تعمروه هاد الأخور تشوروا مع الإدارة ديالكم وشوفوا واش يبغيوا ولا لا لكن مثلا الجيش ولا خاصة اللي في الميليتير الجيش راه صعيب ولا المخزنية ولا المهم أي قطع حامل السلاح راه كي يلقوا صعوبة باش يخدو جواز صفار ديالهم لعنا توصلنا بعدها ديالإخوان والأخوات مكر هناش يعني شوفوا مع الإدارة ديالكم واش تسمح لكم تاخدوها الجواز صفار ولا لا كذلك الناس ديال القطع ديال حامل السلاح راه كنت هضرت عليها راه انتم مطالبين بدك شهادة مغادرة التراب الوطني في المطار يعني أي واحد القطع ديال دارك الملكي الشرطة الجماريك المياه والغابات إدارة السجون إلى آخره راه مطالبين شهادة مغادرة التراب الوطني يوم تبغي تصفر يعني تخرج من البلاد تخوي البلاد كما كنقولو انتبهوا لهذا الحويجات لا يجزيكم بخير واكثر من هادشي انها هكاين مثلا أخوات توصلوا معانو راه هم أصلا هنا في مريكان راه هم اللي كانوا فائزين في القرعة الأمريكية ولكن ما دخلوش معهم الأزواج ديالهم لأنهم خدامين في الميليتير وما استطعوش يجيبوا جواز صفار بالتالي وخاء دخلوهم ولكن ما مشوش يدوزو المقابلة لأنها ما عندهمش جواز صفار بالتالي جوا مثلا غير الزوجات اللي جوا وكان بعض الزوجات اللي ما استطعوش يجيوا لأنها ما كيعرفوا التشي وعد هنا يا بالتالي ما مشوش تدوزو المقابلة وهادشي اللي اعطى الله إذن ما عندنا ما ندره والشروط والقوانين هما هدو إذن تمنا الإخوان هات جوج النقاط لا بالنسبة للناس اللي حارقين في شي دولة انتبهوا عندنا خصهم ضروري الإقامة تكون عندهم كذلك بالنسبة للناس اللي خدمين في القطاع ديال آآ الجيش أو مسيفة عما حامل السلاح راه ضروري يخصكم جواز صفار باش تعمروا السمرة ديال دي اس باش تدوزو الفحص تيبي باش تدوزو المقابلة بإذن الله واخصكم كذلك ذاك شهادات مغادرة التراب الوطني انهار ان شاء الله إلا اخذتوا الفيزا ديالكم يالله كمال يحييكم تحياتي الجميع السلام عليكم ورحمة الله